النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاثنين الثالث من تموز نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر الأجواء صيفية مشمسة حارة إلى حارة بوضوح خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بفعل امتداد مرتفع جويا شبي مداري علوي متمركز في أجوال جزيرة العربية يترافق هذا المرتفع الجوي مع كتلة هوائية حارة في طبقات الجو العليا مركزها الجزيرة العربية وتصل امتداداتها حتى مناطق بلاد الشام سطحيا نلاحظ تمركز مخفض جويا سطحيا حراريا يتبع امتداد مخفض الهند الموسمي ويؤثر على أجزاء واسعة من الجزيرة وشرق بلاد الشام بكتلة هوائية سطحية حارة بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل لتوزع ضغوط الجوية في طبقات الجو كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقصو اليوم الاثنين صيفيا مشمسا حارا بوضوح تسجل درجات الحرارة فاعا ملحوظا لتلامس ستا وثلاثين درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى تسعة عشرة درجة مئوية حركة الرياح تبقى غربية وتبقى نشطة عند ثلاثين كيلو مترا في الساعة بالنسبة لأجواء يوم الثلاثة لا جديد على الحارة الجوية ولا جديد على الخارطة الجوية في طبقات الجو العليا حيث تستمر تأثيرات الكتر الهوائية الحارة لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثالات فترة من السنة مع طقس صيفي مشمس تسجل درجات الحرارة ستا وثلاثين درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى عشرين درجة مئوية أيضا حركة الرياح تبقى غربية نشطة عند ثلاثين كيلو مترا في الساعة أجواء الأربعاء نتوقع أن تكون صيفية مستقرة حارة بوضوح تحافظ درجات الحرارة على قيمها عند ستا وثلاثين درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى عشرين درجة مئوية أيضا الرياح تبقى غربية بسرعات متوسطة عند ثلاثين كيلو مترا في الساعة في التوقعات متوسطة وبعد ما نتوقع بإذن الله تعالى أن تدوم سيطرة هذا المتفع الجويش بالمداري العلوي حتى نهاية الأسبوع لكنه ينحاز قليلا مع ساعة نهار الخميس لتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف وليكون الانخفاض أوضح مع ساعة نهار الجمعة عند أربعين وثلاثين درجة مئوية مع حركة الرياح النشطة إلى قوية بما شئت الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق طورات حالة جوية القادمة الأيام استبدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون